مساء الفل وحشتوني جداً النهاردة هقولكو زي تعملوا أمر الدين منجا وهيطلع معاكو التحفة يجنن أحلى من الجاهز بكتير من كام يوم نزلت أمر الدين مش مش والحمد الله في ناس جربتوا وبعتت للتطبيقات وطلع معاهم حلو جداً جداً بس في كمان تاني ناس سألتني ان احنا عايزين نشيل عسى الجولوكوز أو نشيل ملح اللمون فالنهاردة هعمل لكو طريقة بتلات مكونات بس اللي هو سكر وفكهة وعصير لمون وهيطلع معاكو بجد تحفة تحفة من غير أي إضافات كتيرة فتعالوا نشوف مع بعض الطريقة أول حاجة هبدأ بيها النهاردة زي ما قدتكو هعمل أمر الدين منجا وانت بقى تعملي أي فكهة ممكن تعملي برقوق مش مش خوخ أي فكهة هتنفع هنجيب كيلو من الفكهة بس عايزين الكيلو صفي عمسان كيلو ميجرام يصفي معنا كيلو أنا كان عندي تلات منجات كده حلوين مبقلازين في الفريزر من موسم اللي فات خدتوهم هما كانوا مخصوين أصلا خدتوهم أشرتوهم وخدت منهم لحم المنجا لما جيت وزنت وطلع معايا كيلو يبقى تلات منجيات مكالبازينكا طلعوا معايا كيلو من بيوري المنجا أو صفي المنجا حطت علي كباية من السكر كباية اللي هي بودن العادية وعليهم كمان عصير لمونة كبيرة خدتهم حطتهم في الخلاط دربتهم كويس جدا جدا من غير ونقطة مياه خلوا بالكو ما تحطوش مياه أبدا وبعد كده اخدتوا رفعتوا على النار تكون النار أعلى من هذه حاجة بسيطة لحد ما يبدأ يغلي معانا تهدي النار شوية ولازم بقى مهم جدا جدا يديك تفضل فيه تقليبي فيه كويس جدا جدا من وقت للتاني يعني ممكن بقى تكوني بتخسيلي الموعين وتقليبي تقليبة بتطبخي وتقليبي تقليبة لكن ما ينفعش تسبيه علشان بيلسع بسهولة أهم حيكوني مهدية النار حاول تستخدمي حاجة مثلا ألومنيوم أو ستلس تكون تقيلة شوية أو جرانيت زي ما أنا استخدمت بحيث ان هو ما يلسعش معاكي بسهولة خلي بالك علشان فعلا بيلسع لو انت ما هتمتيش ان انت تقليبي تقليبي كل دقتين تقليبي لازم تقليبي تقليبي المهم هنفضل نقلب على النار هادية زي ما قلنا دي شايفين دي خطوة واحدة من غير ما نعمل الاول مربة ولا نحولها ولا اي حاجة يبقى حال النهاردة ما حطناش عسل ولا اي حاجة وكمان خدناه وعملناه مرة واحدة في الخلاط المهم هنفضل نقلب 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 هيبدأ يتقل معاكي ويتكسف معاكي ويكون كده قوامه تقيل شوية شايفين بينزل معنا من المعلقة بصعوبة أو لو انت مش حارفة تثبطي الموضوع ده قوي أنا بالزبط حطيت مقدار الفكهة ده الحلة مثلا ووصلها مثلا لغاية نص الحلة هنفضل نقلل 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 لحد ما نوصل لغاية تلت كمية الفكهة اللي احنا حطنا في الحلة تلت كمية الفكهة اللي احنا حطنا في الحلة كده متحق لي واضحة قوي المهم هنجيب اي صنية عندنا تفال او اي حاجة وندهنها كويس جدا بالزيت ونحط عليها الخريط بتاع الفكهة اللي احنا عملناه ده او امار الدين اللي احنا عملناه ده وحاوية تفرديكة يكون سمك رفيع مهم جدا جدا لو انت الصنية بتاعتك مش تفال ادهني الالمونيوم كويس Jimmy cotton او زي ما قلنا قبل كده ممكن تحط اللي هو بيكون قابل للحرارة عشان برضو ما يحصاش اي مشكلة هتخذيه تفرديه طبقة رفياعة جدا جدا وبعد كده هنسيبه بقى مش هنحطه في التلاجة ولا اي حاجة هنسيبه فوق التلاجة كده براحته بقى كل ما تكون الطبقة رفياعة كل ما ياخد معاكي وقت اقل ان هو ينشف ويكون جاهز معنا ممكن يوم ونص يومين يومين ونص لحد تلاتة ايام طبعا لحسب التهوية وعلى حسب انت عاملة سمكها او ارتفاحها قد ايه كل ما تكون رفياعة معنا زي ما قلنا كل ما تنشف معنا اه في وقت اسرع بجد حلوة جدا جدا اعملوا بقى اي فكهة اعملوا برقوق اعملوا مش مش انا هعمل معاكم كزا فكهة وهنزلها معاكم واحدة ورد تانية هعمل امر الدين فراولة ان شاء الله عشان ابني طلبها هنعمل برقوق نعمل خوخ اي فكهة تنفع اه وكمان حطينا كمية سكر قليلة عشان حكا كده ممكن نستخدمه في حاجة تانية مثلا مع وقت تانية مثلا انت حابة تعملي امر الدين بقى مشروبات تعملي اه مهلبية اي حاجة بنضيف بقى سكر حسب الرغبة فمن الاول ما نضيفش سكر كتير كمان حلو جدا جدا احنا نعملوا بقى للاطفال يعني انا بالنسبة لولاد حبو جدا فده ممكن تعملي اي فكهة هما بيحبوها حاوليها لهم للحاجة الحلوة دي كأنها بقى جيلي او كاندي احلى مليون مرة من اي كاندي بنجيبه جاهز فاحنا زي ما انتوا شايفين احنا كانت تقليلي السكر حبة تاني سوية اكتر من كده وهيطلع معاك بجد تحفة تحفة دي بقى انا كنت عاملها ادخن شوية فجربت احطها في التلاجة فاللي حطتها برا التلاجة كانت تقاومها معي يناشف شوية اكتر من اللي حطتها في التلاجة فانت برضو براحتك لو انت مش عايزة قاومها يناشف اوي حطيها في التلاجة لحد ما تجمد معاك ويبقى قرص حلو بس هيكون طاري معانا شوية فكده او كده دي براحتك انت المهم زي بقولكو عادي هتسيبوه برا التلاجة بس بعد ما ينشف معانا يومين تلاتة هتغضي بقى تجيب بقى كيس بلاستيك تحطيه من تحت وكيس بلاستيك من فوقه تلي في رول وتحطيه في التلاجة بقى مهم جدا نحطه في التلاجة او في الفريزر عشان يعيش معانا فترة لو انت عاملة كمية لكن لو انت عاملة كده واحدية بس او حاجة تجربة يبقى هو زي الفل مش هيحصل لها اي حاجة في التلاجة عادي مشتازن في الفريزر وهيكون معاك يتحفى شايفين هو دي بجد يجنن انا بجد بجد الولاد عندي عجبهم جدا جدا طعم وتحفى مانجا كده مركزة وزي ما قطالكو ان شاء والله ان شاء الله